طالب في كلية طب يعامل أصدقاءه معاملة طيبة ويحب للآخرين ما يحبه لنفسه ولكنه للأسف كان يجد سوء المعاملة والحسد من الكثير فقضى أياما في هم وحزن بسبب ما يحدث معه وعندما زاره خاله وهو أحد دعاة الصالحين اشتكى له وقال أحد زملاء كان سيفصل من الجامعة بسبب عدم دفع رسوم القيد فقمت بجمع تبرعات وسددت له حتى لا يفصل ولكن للأسف هذا الزميل كان يشوه صورة أمام أصدقائي لماذا لا أجد إلا الغدر ممن أحسن إليهم لماذا لا يحسن الناس الظن بي ابتسم خاله ووضع يده على قلب الشاب وقال له يا ابن أختي إنك تشكو لي حب الله لك لقد جعلك من أصحاب مراتب الصبر والإحسان التي لا ينالها إلا أنقياء القلوب لذلك أتمنى أن تستودع عملك عند الله لأنه سبحانه سوف يجزيك أجمل وأعظم مما يقدمه الناس لك فأبشر واطمئن وفي يوم كان الشاب يقف أمام الكلية مع زملائه فجاءت سيارة مسرعة اختارته من بين المجموعة وصدمته فأسرعوا به إلى المستشفى فأبلغه الطبيب أنه عنده كلية تنزف ويجب أن يستأصلها فورا وإلا ستتسبب في موته وتم استئصال كليته وفي اليوم التالي دخل عليه الجراح الذي أجرى له العملية وقال له هل تعلم أن الله يحبك؟ وهل سمعت عن القضاء والقدر؟ لقد سمعت عنه كثيرا حتى شاهدته معك ونحن نجري لك العملية لقد وجدنا نسيجا غريبا في الكلية التي استأصلناها لك وظهر أن هذا النسيج كان بداية تغيرات للخلايا في طريق نشاط سرطاني وكان يمكن أن تكتشف في مرحلة متأخرة وتكون حياتك هي الثمن لقد اختارتك السيارة وحددت مكان الإصابة بالضبط لتعطيك فرصة ثانية للحياة فكانت رسالة حب من الله لك قال الطالب للطبيب هذا قضاء الله فالحمد لله على نعمه التي لا تحصى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما ترجمة نانسي قنقر